رمضان جه ومعه بركة رمضان جه ومعه وسع تعالوا نبتدي نعيش بالبركة أول شيء محتاجين نحمد الله سبحانه وتعالى على ما عندنا من النعم عشان نبتدي نحس بالبركة شوفوا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم كان لا يوقض في بيته الشهر والشهرين لكن كانت عنده البركة فحضرت النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما لأنه يحس بالبركة الشخص الذي يتصدق والذي يخدم والذي يعيش مع الناس عيشة الغني هو ذات اللي بيأخذ من كنز البركة خليك أول حاجة تحمد الله على نعمته الحاجة الثانية اخدم وتصدق ولو لم تجد أن تتصدق بمالك تصدق بوقتك تصدق بفكرك تصدق بكلمتك الحلوة سبت الناس حياتك مليانة بركة والبركة مش لازم تكون مال البركة ممكن تكون بركة في القلب اكتبوا على قلوبكم من كان عنده فضل ظهر خليك سند للناس لو كنت سند للناس اتحس بالبركة خلينا نسير مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو بيأخذ بإيد كل واحد شوف حضرة النبي لما خرج وربط الحجل على معدته حضرة النبي كان يبيته عند ربه يطعمه ويسقيه بس حن عليهم ودعم الصحابة فالصحابة كانت رؤية حضرة النبي بتشبعه كذلك رؤية الإنسان اللي بيساند الناس بتشبع الناس وتخفف من عليهم خليك أنت الوجه المبتسم اللي جاي بالبشر اللي بيفرج الهموم ببركة نظر الملك العلام سبحانه وتعالى أول حاجة احمد ربنا سبحانه وتعالى على النعمه التاني خليك وجهك بشوش وساند الناس الناس محتاجين مساندة عشان يحسوا بالبركة اللي ربنا سبحانه وتعالى أو دعها في حياته كمان عشان تبقى من أهل البركة الحقيقية وتحس بالنور في حياتك حاول تدير مواردك لأنه كمان حضرة النبي علمنا إنه كان يتتبع الدباء وكان يتتبع الأكل والطعام لأنه كان يتتبع البركة كمان دير مواردك عشان تحس بالبركة احنا النهاردة كنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في بركته ونسأل الله سبحانه وتعالى إنه يبارك هذا المجلس ويبارك أيامنا ويبارك أيام رمضان كلها ببركة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم اشتركوا في القناة